أفدت مراسلة الغد بسماع أصوات القصف المدفعي الإسرائيلي في القطاع الشرقي في مناطق قريبة من مجرى نهر الليطاني في مناطق مفتوحة في محيط الخردلي بين بلدات كفر كالا والقليعة ومن جنوب لبنان انضم إلينا حنان عيسى مراسلة الغد حنان ما تفاصيل هذه المعلومات وهذه الأصوات للتفجيرات في الواقع يعني بعد نهار كان هادئا نسبيا في القطاع الشرقي في جنوب لبنان قبل حوالي ساعة ونصف من الآن أطلقت عدد من الصواريخ من الجنوب هنا من القطاع الشرقي باتجاه الجولان اعترضت القبة الحديدية عددا منها وعلى إثر ذلك قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مكثف وعنيف على أطراف بعض البلدات الحدودية المجاورة منها كفر كيلة ودير ميماس في قريبة من مجرى الليطاني تلك المناطق المفتوحة شهدت قصفا مدفعيا مكثفا في هذه الأثناء هدأ القصف وهدأت المدفعية الإسرائيلية التي استمرت حوالي ربع ساعة تقريبا كنا نسمع أصوات القذائف بشكل عنيف ومكثف على تلك المناطق في هذه الأثناء يشهد القطاع الشرقي هدوءا عدل هدوء بعد إطلاق الصواريخ من هنا وبعد الرد الإسرائيلي لكن خلال النهار كانت المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات في القطاع الأوسط وأيضا في محيط القطاع الأوسط وأيضا في محيط بلدات في القطاع الغربي وكما أغار الطيران الإسرائيلي قبل قليل على منطقة النقورة يمكن القول بأن هذا النهار على الرغم من أنه لم يكن ساخنا كما الأيام التي سبقت لكن ما جرى بعد ظهر هذا اليوم من إطلاق الصواريخ التي لم يتبنى حتى هذه الساعة إطلاق تلك الصواريخ في بيان رسمي كان هذا هو التطور الأبرز على الحدود الجنوبية وبالتحديد في القطاع الشرقي تجر الإشارة إلى أن صباحا تم تشيع ثلاث أطفال مع جدتهم الذين قدوا إثرى قصف إسرائيلي في القطاع الأوسط قبل يومين وهذا كان تطورا أيضا لافتا باستهداف المدنيين في القرى الحدودية اللبنانية والذي كنا ننتظر أن يكون هناك ردا من قبل حزب الله على تلك العملية وبالتحديد أنها كانت ضد المدنيين ربما ما حدث اليوم إطلاق الصواريخ من لبنان هو أيضا رد على قتل المدنيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قبل يومين حتى هذه الساعة هذه هي التطورات على الحدود اللبنانية أمنيا هدوءا نسبيا كانت صباحا لكن تجدد وتصاعد مع أطلاق تلك الصواريخ من القطاع الشرقي إلى الجولان يعني أطلقت الصواريخ من القطاع الشرقي إلى مناطق في الجولان حنان الرد الإسرائيلي أو القصف المدفعي الإسرائيلي على هذه البلدات هل هناك أي أضرار أم هي في مناطق مفتوحة؟ في الواقع هي مناطق مفتوحة كما ذكرت محيط المجرى الليطاني أو البلدات التي استهدفت من قبل المدفعية الإسرائيلية هي تقع في منطقة مفتوحة نحن نتحدث عن ثلاث بلدات هي لقليعة كفركلة ودير ميماس هذه البلدات تم قصف محيطها أو خراجها من قبل المدفعية الإسرائيلية ولم نفد عن وقوع أي إصابات أو عن الأهداف التي قامت باستهدفتها المدفعية الإسرائيلية لكن يمكن أن نؤكد بأن المدفعية الإسرائيلية قامت بقصف المناطق المفتوحة في تلك المنطقة نعم إذا تحدثنا عن الداخل اللبناني أو عن التحركات السياسية ما زالت هناك زيارات تأتي إلى بيروت أهم ما جاء خلال هذه الزيارات وما خرج عنها أبرز التحركات السياسية اليوم كانت زيارة المفد الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب أيضا ليس بوصعب وعدد من المسؤولين اللبنانيين في تصريح مقتدب له هوكستين قال بأن أمريكا لا رغبة لديها بأن تتوسع العملية العسكرية في غزة إلى لبنان وأن تمتد إلى المناطق اللبنانية هو كان يقصد بالطبع أن تتوسع إلى خارج الحدود المرسومة أو خارج نطاق الاشتباكات الذي يحصل حاليا هذا التصريح المقتدب كان للمفد الأمريكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب الذي قال بأن هناك رغبة أمريكية بأن يكون هدوءا في لبنان وعدم توسع تلك الحرب لتطال لبنان بشكل عام يمكن القول بأن كل هذه المساعي السياسية تصب باتجاه عدم توسع الحرب وعدم دخول لبنان إلى الحرب بشكل موسع وأن تطال هذه الحرب كل المناطق اللبنانية وأن تبقى ضمن الحدود المرسومة لها هذه المساعي السياسية هي نفس المواقف التي أيضا كانت من خلال الزيارات التي قام بها عدد من السياسيين والمفادين الأمريكيين والعرب إلى بيروت خلال الشهر الماضي ولقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين وهو أيضا موقف الدولة اللبنانية الذي يصر على ويطالب وقف العدوان على قطاع غزة وعلى عدم اعتداء إسرائيل على لبنان وفتح محور وفتح جبهة جديدة يكون لبنان كله تحت مرمى إيرانها اشتركوا في القناة